رجعت لكم بفيد جديد ومقطع جديد وقصة جديدة يا رب تستمتعوا قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك وكومنتات لطيفة زيكم وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا عن نبي عليه الصلاة والسلام ويلا ما أطول عليكم خلونا نبدأ تقول صاحبة القصة أنا بنت يتيمة الأم والأب عايشة عند عمتي وعمتي هذه ما أنجبت ولا طفل وزوجها طلقها لأنها ما تنجب فلما أمي وأبوي انتقلوا للرحمة الله خذتني هي تربيني عندها المهم عشت عندها لين خلصت المرحلة الثانوية أروح تدرس جامعة بسكن بنات المهم عمي كان بين فترة وفترة يجي يشوفني أنا ما أقول لكم عمي هذا طيب لا بالعكس ما في فائدة بس كده تعرفون اللي يجي يناظر فيني ويروح الله يصلحه بس واللي كانت تصرف عليه هي عمتي عمي هذا عصبي ويخرع بما أني باسم أخوي يعني بنت أخوي خلاص كأني بنته يعني لو يصير عليه شي خلاص صويت العار ويجيه العار وهو ينفضح المهم أنا ما سويت شي بس مرة من المرات عمي جاء زيارة التفقدية لي في سكن الجامعة وسأل عني ما لقاني موجودة قال وينها واحدة من البنات قالت له طالع كفي مع البنات المهم هو راح للكفي وكان يناظر فيني من بعيد يعني ما أدري إش أقول لكم كان يراقبني طبعا أنا كنت جالسة مع البنات شوي واحد من العيال والله إني ما أعرفه يجي يجلس عندنا بالطاولة وأنا لما شفته كشيت وجلست ناظر فيه ما أدري هو صديق واحدة من البنات ولا إيش المهم إنه حط يده علي وجلس يكلمني أنا بعدت وقلت معليش وش تبي تعرفون اللي تهاوش أنا وياه وعمي يشوف أنا من بعيد وما يدري وش السالفة طبعا أنا ما دريت إن عمي كان يشوف أنا المهم راح الولد وأنا طلعت مع صديقاتي بنرجع للبيت الله لا يوريكم قدام صديقاتي يجي يمسكني مع شوشتي ويجرني قسم بالله إني انخرعت ما أدري ميني اللي مسكني التفت إلا هذا عمي قال يلي ما تستحيني المفضوحة هذي اللي أنت تدورينه بالجامعات تدورينه الهياتة مع الشباب قلت وشو قال إيه تولي شايفك أنا أقول يمشي يمشي ما في جامعة وشدني مع شوشتي ويوديني للديرة كنت ثاني سنة بالجامعة والله إني طول الوقت أبكي قلت يا عمي وش صار إنت وش شفت قال لا لا ما يحتاج أنا من أول شاكك والحين تأكدت أنا ما أدري وش صار مسكني يرميني عند عمتي عمتي تشوفني تقول وش فيك يا بي وأنا أقول لعمتي السالفة عمتي على طول صدقتني وعمي هذا اللي خرع حلف علي إني ما أرجع للجامعة والله العظيم إني جلست أبكي وأبكي مرت علي أيام وأنا أبكي المهم عمي هذا عنده ولد كبير اسمه سلطان خلص من الجامعة وجالس عندهم للحين ينتظر الوظيفة هو سمع بسالفتي وكيف عمي بهدلني ونتفل شوشتي وحلف علي إني ما أرجع للجامعة المهم هو جاي يزور عمتي كالعادة وجلست قهوة معاها راحت نادتني عمتي قالت هديل تعال جيبي القهوة رحت سويت القهوة وجيت حطيتها عندهم وجهي كان يخرع كان ينظر فيني سلطان يقول لي وش أخبارك قلت الحمد لله وأنا أروح وعيوني كلها دموع هو سأل عمتي إيش السالفة وقالت للسالفة كامل إلا هو يروح لأبوي يقول يا يوبا تكفى أنت وش تبيب البنت خلها ترجع ومدري إيش قال لا لا ما نمرجعها لو تزوجت ترجع رجع كده من حالها والله ما أرجعها المفضوحة اللي بس تدور شباب قال يا يوبا أنت وش دراك لنا تدور شباب قال أنا شايفها بعيني طبعا أنا ما سويت شي بس عمي راسه يابس وأنا أبكي وأبكي وكان باقي على الاختبارات أسبوعين ومرة من المرات أنا كنت طالعة مع عمتي رايحين لبيت جدتي إلا أشوف سلطان طبعا حنا كنا عايشين في قرية وأشوف ويجي يركض عندنا ويقول إيش لانك عمي أعطينا عنك سلة القهوة ويأخذها أنا أعرف أن هو يدري أن أبوي اللي حارمني الجامعة قلت أنا نعم قال شوفي هذي لأنا عندي لك حل المهم عمتي تروح وأنا أوقف أنوية قال ويش رايك تزوجك قلت أنا إيش قال إيه خلينا تزوجك وأخذك للجامعة وخليك تدرسين لما تخلصين دراسة الجامعة بكيفك تبين تبقين معا يبقي تبين أني انفصل عادي أنا بس بيك تكملين دراستك لما سمعت هذا الكلام يطلع من فم سلطان أكسم بالله إنه كان ودي أمسك وأضمه قلت من جدك تتكلم يا سلطان قال إيه والله أهم شي تكملي جامعتك أنا أعرف إنك شاطرة وإنك ما تستهلين اللي صار قلت أنا طيب عمي يوافق تتزوجني لأن عمي ما يطيقني وما يطيق وجهي قال ما عليك أنا أكلمه قلت طيب وأتركه وأروح هو قال لي لا تقوليني لأحد خليني أنا أكلم أبوي بالأول المهم هو رجع لبيت وأنا على أعصاب لمدة يومين ودي أعرف وش صار عشان أقدر أروح لجامعتي ولا لا المهم سمعت سلطان جاي عند عمتي يقول أنا بخطب هديه لما قال كذا عمتي استانست وناسة قالت الحمد لله يجزاك خير تستر على بنتنا ومدري إيش أنا صراحة قهرتني لما قالت تستر على بنتنا لأن أنا ما سويت شي الله يهدي عمي بس طبعا أنا ما أدري وشلون سلطان أقنع أبو أن يتزوجني المهم حدد يوم الزواج وتزوجنا أنا وسلطان والله إنه زواجنا كان طيران أنا بس أبي أرجع الجامعة هذي أهم شي عندي وإحنا جلسين عمي بس يعطيني نص عين يقول أنت منت صاحي ما أدري شلون ولدي يبيك وما أدري وشو طبعا سلطان قال لأبوي أنه يحبني وأنه يبيني ما قالوا أنه بيستر عليه ومن هالكلام المهم نروح أنا وسلطان على طول للجامعة بعد الزواج ثاني يوم لا شهر عسل ولا شي ركبنا السيارة ومشينا على طول طبعا سلطان ما قرب مني الله يسعد وكان خليني على راحتي وحلنا بالسيارة ينظر لي ويقول لي ها هذي اللي استانستي والله العظيم إني كنت مستانسة وناسة مطبيعية قلت إيه والله يسعدك قال إيه تايس تأجرت لنا شقة رحت نظرت فيه قلت يعني ما أروح لسكن الطالبات قال أنتي صاحية قلت له ليش قالت بين أبوي يدري عننا وبعدين والله يخليني يطلقك ويرجعك للديرة على طول قلت أنا لا لا أجل خلنا كذا ورحت مع سلطان وسكننا بالشقة اللي هو مستأجرها لي وجاء وقت الاختبارات والله الاختبارات كانت مرة صعبة وسلطان كان مرة شاطر تخيلوا إن كان يشرح لاختباراتي وكان إنسان حنون وطيب معاي أي شي صعب عليه كان يساعدني فيه تخيلوا لما أرجع من الجامعة من برة مرات يسويه للأكل والله العظيم إن عيوني امتلت دموع إنه ما في شخص عاملني في حنية كثره وصار هو أمي وأبوي وأنا بديت أحبه بشكل مطبيعي حتى لما يجي وقت نرجع للديرة أنا وياكم كنت ما أحب أرجع للديرة لأنه يحطني عند عمتي وهو يروح عند أهله والله العظيم إني بديت أشتاق له مع إنه هو ما قرب مني يعني كان كأنه صديق لي المهم مر على زواج أنا ستة شهور وحن على هالحال يوديني إلى الجامعة ويجيبني ويجيس معاي ويسولف معاي حتى لما تصير المشاكل أقوله هالو مره من المرات كان عندي بحثة سويه هو قاعد يشرح لي كذا يكتب وأنا أناظر فيه عاد كان مره شكله حلو وجميل وأنا مستغربة أقول له شو يسوي كذا معاي ليه هو تزوجني لهالدرجة أنا أهمه رحت ناظرت فيه وقلت له سلطان وهو قاعد يكتب ناظر فيني قلت بالله بسألك سؤال قال نعم قلت صح أنا زواجتك قال ها حسيت أنه استغرب قال إيه قلت له قول لي من الآخر أنت تحبني ولا العظيم أني حسيت أنه استحق قال إيه أكيد أنت بنت عمي قلت له لا لا صدق حب يعني حب قال يا رب شلون أقول لك شوفي أنا ما ودي أني أضغط عليك وأنت بكافك قلت شلون تضغط علي قال شوفي إذا قلت لك الحين أني أحبك أنت تحسين نفسك أنك مخصوبة عليك بس لا ترى إذا بغيت أن ينفصل عنك عادي أنا ما أبي أضغط عليك قلت أنا يعني تحبني قال والله أنا أحبك من يوم كنا صغار وما أنا مصدق أني متزوجك من الآخر يعني يوم قال كده وأنا أنقذ وأضمه هو ينخرح قلت حتى أنا أحبك والله أنا أحبك وأبيك تكون زوجي وما بمفصل عنك قال أنت صادقة وبعدني كده قلت أنا إيه والله عاده من بعدها يصير هو أكثر إنسان رومانسي وطيب وحنون معاي يا ربي يا حنية ويا حبي له المهم أنه عشنا أنا وياه أجمل حياة يوم خلصت الجامعة دورتلي عن وظيفة زينة وبعدين حملت الحمد لله إن ربي عوضني بسلطانة عن كل الناس ما أنصب فضله علي خلاني أدرس وخذاني من العيشة اللي أنا كنت عايشتها الله يهدي عمي بس وبس والله انتهت قصتنا لليوم أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة